تحية طيبة مشاهدين الكرام من تاك تيفي معكم غادة الحمداني ماذا وراء الغضب في العراق؟ هل هو ثورة شعبية كاملة الأوصاف؟ أم هو وكما وصفها نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية هجمة إرهابية شرسة؟ ما هو دور الجيش العراقي؟ ودور إيران وأمريكا؟ أرحب بضيفي في الاستيديو مختص في الاقتصاد السياسي نظرية الدولة وسياسات الشرق الأوسط وله مؤلفات عديدة في هذه المجالات في اللغات الإنجليزية والعربية والألمانية هو من مواليد البصرة درس العلوم السياسية في جامعة كوتا في فرانكفورت وحصل على الدكتورة هناك قبل الالتحاق بجامعة يورك في تورونتو عام 2006 أرحب بضيفي الدكتور صباح الناصري أهلا وسهلا أهلا مرحبا أهلا لك دكتور صباح كيف تقيم الاحتجاجات في العراق من تشرين للأول ولحد الآن؟ أنا ما أسميها الحقيقة احتجاجات أنا أسميها ثورة ثورة وهذه السنة نحتفل بمئوية ثورة العشرين 1920 ثورة العراق ضد الاحتلال البريطاني فهذه الثورة هي أفضل طريقة للاحتفال بمئوية 1920 ثورة العشرين في العراق وابتدأ من 1 أكتوبر 2019 وما زالت إلى اليوم هذه الثورة لماذا أسميها ثورة؟ لأنها قلبة الموازين السياسية والاجتماعية والدينية والطائفية والثقافية بشكل لم تحدوا العراق من عقود لم نقل من قرن يعني هي تحمل كل أشكال وجوخر الثورات الجديدة اللي صادفناها في الثورات ما يسمى الربيع العربي في تونس وفي مصر من حيث سلميتها من حيث أنها تمثل جيل جديد من الشباب والشابات بدون قيادات مركزية واضحة بدون إديولوجية واضحة بدون حزب سياسي أو جهة دينية أو عقادية أو طائفية تدعمها بمعنى هي ثورة عفوية سلمية ولكنها تسعى إلى تغيير جذري في العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق طيب لماذا لا يعير الرأي العام العالمي أهمية لهذه الثورة؟ السؤال مهم جداً لأنه غادة مثل ما تعرفين من 1 أكتوبر إلى اليوم أكثر من ألف شاب وشابة عراقية قتلوا أكثر بحدود 30 ألف واحد انجرحوا وألاف منهم أربعة أو خمس ألاف عدوم إعاقات دائمة من قبل قوات الشغب والأمن والميليشيات المنفلتة والسؤال الذي انطرح في داخل المجتمع العراقي أو حتى خارجه لماذا بالفعل لماذا رأي العام العالمي لا يهتم بهذه الثورة؟ وبالعنف المفرد الذي يستخدم ضد الثورة؟ وعندما نقارن وكثير من العراقيين والعراقيين يقارنون أنه لما صارت احتجاجات في هونغ كونغ مثلاً كل العالم يتكلم عن احتجاجات في هونغ كونغ برغم أنه في ذلك الوقت لم يقتل متظاهر واحد بينما في العراق أو حتى مثلاً لما صارت ثورات الربيع العربي في مصر وتونس واليمن وغيرها كل العالم كان يتحدث عن الثورات هذه فلماذا العراق؟ أنا أعتقد برأيي أنه بعدما الولايات المتحدة احتلت العراق في 2003 وأتد بما تسميه بنظام دموقراطي أصبح للعراق بمنظور الغرب على الأقل يعني منظور الغرب ورأي العام الدولي أنه دولة دموقراطية يحكمها نظام سياسي دموقراطي فبالتالي أي تصليب ضوء على عنف وقمح وقتل وفساد هذا النظام تجاه شعبه يضع الرأي العام الدولي بالذات الغرب في مأسق لأنك كيف تأتي بنظام تدعي أنه دموقراطي ولكن كل ممارساته هي تنافي الدموقراطية فأعتقد الرأي العام الدولي وبالذات في أوروبا وفي أمريكا يشعر في حرج من تسليط الضوء على الثورة في العراق طيب لماذا دعا مقتدى الصدر مؤيديه للإحتجاجات المليونية ضد قوات الاحتلال بـ 24 جانوري وما علاقة ذلك بالإحتجاجات ضد الحكومة؟ سؤال جوهر الحقيقة حتى نفهم يعني الخطوة هذه من مقتد الصدر علينا أن نرجع بعض الشيء إلى الخلفية يعني خطوتين للولاعة ما حصل مثل ما تعرفين قبل بضعة أسابيع هناك صار في نوع من التصعيد العسكري ما بين ولاية المتحدة وإيران أدى طبعا إلى مقتل قاسم سليماني وأبو المهد المهندس وأيضا أدى إلى سقوط بعض الصواريخ الكاتيوش على قواعد أمريكية وعلى منطق الخضراء ثم اعتداد على السفارة العراقية وهكذا فصار هناك تصعيد باعتقادي هذا التصعيد كان الخطوة الثالثة للمنظومة السياسية وميليشياتها في العراق بدعم من إيران لتسقيط ثورة تشريف في العراق الخطوة الأولى كانت استخدموا العنف والقنص والقتل والخطف من أجل إسقاط الثورة لم ينجحوا الخطوة الثانية بدعم من إيران حاولت الزمرة السياسية في بغداد أن تفرف مرشح لرئيس الوزراء بعد استقالة عبد المهدي على رئيس الجمهورية ولم تنجح فاتجهوا للخطة الثالثة باستفزاز القوات الأمريكية في العراق للدخول في صراع عسكري كي يقضوا على الثورة تحت غبار الصراع العسكري وهذا لم ينجح أيضا فماذا حدد إذن؟ مقتضى الصدر بعدما القوة السياسية الأخرى اللي هي ولاها لإيران وميليشياتها لم تستطع أن تسقط الثورة بدت إيران تراهن على مقتضى الصدر بأنه هو الحصان الرابح في داخل العراق اللي ممكن يأثر وأيضا يعني يقنن النفوذ الإيراني في العراق فتلاحظين أن مقتضى الصدر لما دعا إلى ما يسميه المظاهرة المليونية يوم 24 واحد هذا الدعوة كانت من قم في طهران وفي نفس الوقت التقى مع هادي العامري اللي هو من تحالب فتح لكي يتفق معه لترشيح رئيس وزراء جديد بدل عبد المهدي يكون أيضا قريب لإيران فهي أيضا محاولة إيرانية من أجل الالتفاب على الثورة وفرض مرشح لرئاسة الوزراء وكابينة جديدة تتوافق مصالحها مع مصالح إيران ولذلك تلاحظين أن الثوار في العراق يعني أدركوا نية ومشروع مقتضى الصدر وعرضوا من البداية وطلبوا منه أنه ما يبعث مؤيديه إلى ساحة التحرير لأنه يخافون من التصادم وبالتالي قضى على الثورة فنحن نستطيع القول بأن محاولة مقتضى الصدر يوم 24 هي محاولة أخيرة للقوة الشيعية السياسية وميليشياتها بدعم من إيران للالتفاف أو تسقيق الثورة ولكنها لن تنجح طيب أحنا شاهدنا تصاعد للنزاع بين إيران وأمريكا بهذا التوقيت على الأرض العراقية شو تأثير هذا الصراع على السياسة في العراق نعم أنا قبل فترة في أحد اللقاءات قبل ما إيران تضرب قواعد أمريكية في العراق بعد مقتد سليماني أنا أدعيت في المقابلة هذه وقلت بأنه لن يكون هناك تصعيد بين أمريكا وإيران عسكري إنما إيران ستضرب ضربة بسيطة ممكن يكون لأضرار مادية ولكن ليس بأرواح الجنود الأمريكان حتى يعني تحفظ ما أوجهها تجاه شعبها بينها انتقمت في سليماني ولكن الإشكالية الأساسية باعتقادي يعني لحد ثورة تشرين خلينا نقول سنة الماضية كان هناك نوع من التوافق الغير مباشر لا بين أمريكا والملاد المتحدة بتقسيم من نفوث في العراق ولكن لما صار الثورة تشرين فاجأت الكل فاجأت الطبقة السياسية في العراق فاجأت أمريكا وفاجأت إيران ولكن ضغط وتأثير الثورة في العراق وتأثيرها على إيران وعدم استقرار إيران هو أكبر من كثير من تأثيرها على الوجود الأمريكي في العراق ولذلك الولايات المتحدة نوعا ما كانت متعاطفة مع هذه الثورة وبينما إيران حاولت بشدة الوسائل وبدعم طبعا من العزاب الشيعية والميليشيات الشيعية في العراق حاولت أنها تقمع الثورة هذه لماذا؟ لأن إيران تمر في أزمة عضوية بسبب حصار الاقتصادي عليها عدها أزمة اقتصادية وهناك احتجاجات في إيران يوم عشرين نوفمبر كان في احتجاجات والآن أيضا احتجاجات فإيران تخاف أن الاحتجاجات أو الثورة في العراق والتي طبعا هي كانت أساس للاحتجاجات في لبنان أنها أيضا ممكن تقفز على إيران وتأثر على الشارع الإيراني ويتظاهر الشارع الإيراني ضد النظام السياسي وفي ظل الأزمة الاقتصادية ممكن يؤدي هذا إلى عدم استقرار أو سقوط النظام ولذلك إيران تجد في الثورة يعني الخطر الأكبر من وجود القواعد الأمريكية في العراق يعني بالنسبة لإيران الخطر الأكبر هي ثورة التوشرين وليس القوات الأمريكية إنما هي تستغل نقطة القوات الأمريكية وتحشد الصدر والبلشيات الأخرى من أجل الإيهام بأن الخطر الأكبر هي القواعد الأمريكية في العراق ولكن في الحقيقة هي تنوي القضاء على ثورة التشترين في الإيران طيب لماذا تخلت إيران عن سليماني أنا أعتقد أن سليماني أصبح القوة الثانية في إيران بعد خاماني ويمتلك موارد لا يمتلكها أي شخص آخر في إيران من خاماني بدعم من خاماني فكان لو حجم في المناورة كبير في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران فأنا أعتقد هناك إشكالية في إيران اللي وهي أن خاماني مريض بالسلطان واحتمال كبير يموت السنة هذه فراح يصير هناك فراغ في قيانة فهناك تخوف في داخل إيران من بعض القوى السياسية اللي تحاول أنها تفتح خط للتواصل والمفاوضات مع أمريكا ولكن قاصة بسم مليماني وخاماني يقف ضدها هذه القوة بدأ سليماني شكل خطر عليهم وفي العراق أيضا بعض القوى الشيعية لاحظت أن سليماني بدأ يعني يتجاوز الخطوط الحمراء بدأ تأثيرها يكون أكبر بكثير من حتى القوى السياسية في داخل العراق أيضا بدأ يشكل خطورة على هذه القوى وفي سوريا نفس الشيء فأنا أعتقد كان هناك نوع من التعاون غير مباشر ما بين القوى في إيران وفي العراق وفي سوريا من أجل التخلص من قاسم سليماني وهذا طبعا كان في صالح الولايات المتحدة أن اللحظة هذه كانت مناسبة للقضاء على قاسم سليماني لأنه أدركه ما راح يكون هناك راتفعل كبير في داخل العراق أو إيران أو سوريا مثلا ضد اغتيار قاسم سليماني طيب لماذا دعا البرلمان في جلسته الأخيرة الحكومة بسحب القوات الأجنبية بالعراق وبنفس الوقت كيف بنفهم تصاعد الاحتجاجات هذا الأسبوع في العراق الشطر الأول من السؤال مهم جدا لأنه يعني قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية هو ما قال القوات الأمريكية إنه ما قال القوات الأجنبية أنا أعتقد إلى تأثير إديولوجي رمزي ولكن غير قانوني أو دستوري معني إن بعض القوة الشيعية مو لكل طبعا يعني بعض القوة الشيعية والأفراد ما شاركت في الجلسة والقوة السنية والأكراد أيضا ما شاركت في الجلسة وهناك أيضا علامة استفهم كبيرة على النصاب يعني رئيس مجلس النواب الحلبوسي دعا أن هناك نصاب من أجل اتخاذ القرار ولكن في الحقيقة هناك شك كبير أنه كان فيه هنا يعني عدد أصوات كافية من الاتخاذ من دريك القرار بس القرار هو إديولوجي يعني هذا القوة الشيعية اللي إلها ولا الإيران حاولت أن توحي الإيران نحن معكم وسنطرف قوات الأمريكية وحكذا ولكن هذا القرار أول غير قانوني وغير دستوري غير قانوني لأنه هناك يعني اتفاقيات ما بين العراق والولايات المتحدة من جهه وما بين العراق والقوات الأجنبية في 2014 في الحرب ضد داعش من جهة أخرى هذا شيء مختلفين الاتفاقية العراق مع القوات الأمريكية في 2008 كان هناك فيك اتفاقيتين اتفاقية تسحب القوات الأمريكية من العراق في 2011 وإنشاء قوات عسكرية أمريكية والاتفاقية الثانية هي الإطار الستراتيجي أيضا في 2008 هي اتفاقية حول الأمن والاقتصاد والتعليم يعني اتفاقية كده والاتفاقية هذه تقول في أحد فقراتها بأنه بإمكان الحكومة أي طرف من الطرفين أن ينهي الاتفاقية هذه بعد إبلاغ الطرف الآخر على الأقل سنة قبل قبيل انتهاء الاتفاقية فهذا الطلب من البرلمان هو أصلا غير قانوني لأنه المفروض الحكومة هي التي تطلب من الولايات المتحدة أو القوات التحالف في العراق هنا تنسعب ولكن هذه الحكومة هي أصلا مستقيلة هي حكومة تصريف أعمال هي مستقيلة من شهرين فهي أيضا تتخرج يعني هي الآن المفروض بعد 15 يوم من استقالتها في 1-12 المفروض تأتي هناك حكومة أخرى رئيس وزراء آخر كحكومة انتقالية ولكن هذا لم يحدث فإذن حكومة تصريف الأعمال هي أصلا غير دستورية فكل القانون هذا خلفية القانونية والدستورية مجرد فوضى ونحن نلاحظ أنه القوة هذه السياسية والبرلمان والحكومة من أشهر تتحرك خارج نطاق الدستور ولذلك الشعب من خلال ثورته أدرك بأن الحكومة هذه والبرلمان هذه لن ينفذ مطالب الثوار من ثلاثة أشهر ونصف لحد تقريبا أربعة أشهور لما ينفذوا أي مطلب من مطالب الثوار فلذلك لجأوا الثوار الأسبوع هذا إلى التصعيد بعدما أمهلوا الحكومة أسبوع أسبوع الماضي أنها تنفذ طلبات الثوار ولكن لم تنفذ فصار هناك تصعيد من مبارح طبعا من مبارح تصعيد بقطع الطرق والقطوط السريعة وهكذا من أجل شل الحركة الاقتصادية وليس فقط السياسية في العراق من يقف وراء هذه الثورة؟ لا أحد وهذه المشكلة لو الثورة هذه مدعومة من أمريكا أو من دول الخليج أو من دول أوروبية أو أي إن كان لنجحت من ثلاثة أشهر ولكن الثورة هذه تقف على رجليها الشباب والشبابات العراقين لما خجروا الشارع هم خرجوا للشارع طبعا هي الثورة عبارة عن صيرورة هناك عملية تراكمية لأسباب اقتصادية اجتماعية بيئية بطالة نقص في الخدمات ولكن كأي ثورة هناك شرارة أو شرارات تشعل فتيل التنقضات والتراكمات هذه اللي حصل في شهر تسعة الفين وتسعة يعني اسبوعين قبل اندلاع الثورة على الأقل هناك ثلاثة شرارات للثورة الشرارة الأولى هي عدم احتجوا يعني خرجين وخرجات شهاداته العليا في العراق في بغداد يطالبون برو ضايف الحكومة قمعتهم بشكل يعني مذل وعنيف النقطة الثانية بعض الناس الفقيرة اللي تعيش في بغداد في الأماكن اللي يسموها العشوائيات يعني ما تبطلوك لا بيوت لا سكن لا شيء بدت الحكومة بيهدم بعض العشوائيات هذه وبهدم بسطيات الناس هذه اللي تعيش من خلالها وايضا أذلت وقمعت الناس الفقيرة هذه هذا الحدث الثاني الحدث الثالث اللي هو ايضا مهم هناك جنرال في العراق الى شعبية كبيرة في داخل الجيش وفي العراق اللي هو عبد الوهاب الساعدي والعراقيين والعراقيات يقولون انه كان لدور كبير في تحرير العراق من داعش وهذا الجنرال هو لا طائفي وطني عراقي فكان هناك تخوف من ايران بان عبد الوهاب الساعدي نتيجة للدعم الامني العسكري وقوات مكافحة الارهاب والشعب العراقي ممكن ينقلب على نظام الموالي لايران في العراق فعملوا ايش قالوا لعبد المهدي بانه لازم يزيل عبد الوهاب الساعدي من منصبة في قوات مكافحة الارهاب ويبعث الى وزارة الدفاع الى وظيفة مكتبية يعني اذلال وتسقيط لهذا الجنرال اللي هو رمز للعراقيين هذه الشرارات اشعل الشارع العراقي وظهر الساحة بعفوية ولكن لما استمرت الثورة ايام واسابيع بدوا الشابات والشباب يتعلمون كيف ينظمون كيف ينسقون كيف يتطامنون وبدأ الشارع العراقي والعوائل العراقية الاجيال المختلفة من الشيوخ والعجائز الى الاطفال الكل يدعم الثورة هذه فوقفت على رجليهم ولذلك لم تستطع الحكومة ولا قوات الامن ولم تستطيع القضاء على هذه الثورة ما هو دور الجيش العراقي بهذه هل هو داعم هل سيكون له دور كما كان في مصر المشكلة في الجيش العراقي انه بعد 2003 لما امريكا احتلت العراق حلت كل المؤسسات البيروقراطية والامنية في العراق انتقادا منها بان المؤسسات البيروقراطية والامنية وبالذات الجيش العراقي كلهم بعثين وهذه معلومات طبعا كانت معلومات خاطئة متقصدة من المعارضة العراقية لأحزاب الشيعية هي التي اخبرت الامريكان بان القوات الجيش والبيروقراطية والمؤسسات الدولة كلهم بعثين والسبب حتى يتخلصوا منهم ويأتوا بجميعهم ويتمكنوا من المؤسسات الأمنية والحكومية البيروقراطية كدخل بالمال والعقود والفساد وهذا اللي حصل ففي السنوات الأخيرة بدأ الجيش العراقي يعني نوعا ما يعيد نفسه ويعيد تركيبته وبعض الأجهزة مثلا جهاز مكافحة الإرهاب مثلا أيضا هو محترف ومستقل غير طائفي فبدأ يتكون الجيش العراقي ولكن الجيش العراقي الحقيقة لم يظهر في الساعة في ثورة التشرين كقامع للثورة إنما الوزارة الداخلية مثلا الأمن الشرطة مكافحة الشغبة قوات عملية بغداد هذه اللي متحكم فيها الميليشيات والأحزاب الشيعية هي اللي تقتل وتقبع الثوار والثائرات وليس الجيش العراقي برأيك ممكن هذه الثورة تنجح الثورة هذه أصلا نجحت لحد الآن على عدة مستويات وأصعدة أول شي الثورة هذه حققت يمكن لأول مرة في تاريخ العراق الحديث ما يمكن نسميه مجتمع مدني مجتمع قائم ليس على القبلية أو العشائرية أو الطائفية أو الدينية أو المناطقية إنما قائم على مفهوم المواطنة بحيث تجدين في ساحات التحرير ومحافظات العراق أطفال وشباب نساء ورجال من كل يعني أطياف الشعب العراقي يتعاونوا مع بعض بغض النظر عن الدين والطائفة والجنس وهكذا هذه حالة مدنية حضارية لم يشهد العراق ممكن من عقود هذا إنجاز الإنجاز الثاني سلمية الثورة بل رغم القمح والقتل والاستفزاز العسكري بقت الثورة سلمية وهذا أيضا إنجاز حضاري ومدني الشيء الثالث ساحات التحرير الآن يعني تعمل وكأنها دولة مصغرة لو تثبين إلى ساحة التحرير في المحافظات رح تجدين خدمات وتربية وتعليم وصحة ونشاطات ثقافية وأدب وكأنه دولة مصغرة داخل الدولة هذا هي نواة الدولة المدنية الدولة القانون ولذلك أنا متأكد ومتفاعل مية في المية أن الثورة هذه رح تنجح حتى لو في الأيام القادمة أو السابعة القادمة أو حتى الأشهر القادمة قد نجد بعض القمع والمشارة والتحريف والالتفاف ولكن على المدن المتوسط والبعيد الثورة هذه رح تنجح ورح تنجح لأول مرة دولة قانون لها شرعية شرعية تتنبع من الشعب ودولة مدنية تحترم المواطن دولة مواطنة وليست دولة مكونات أو كيانات طائفية وعرقية ولذلك أنا أقول أن الثورة أصلاً نجحت وكل محاولات الحكومة وإيران بإسقاطها هي فاشلة طيب ما هو البديل في حال نحن نحكي على ثورة وإلى آخره والمطلوب تغيير نظام سياسي طيب ما هو البديل في حال لو الحكومة والبرلمان انحل وتنازلوا مين رح يجيح بالبطط فكرة وإذا الناس تقبلها وبالذات الثور والثائرات في العراق يتقبلوها فخير على خير وإن لم يتقبلوها فإلى الجحيم مجرد أفكار أنا أقول الآتي أول شيء على الثور والثائرات في العراق لا يعتمدوا على البرلمان أو على رئيس الجمهورية في تسمية وتعيين رئيس الوزراء لأنه رح يكون فاسد لذلك عليهم أن يأتوا بمرشحهم من داخل ساحات التحرير وفي ناس كثير في العراق ذات كفاءات وإمكانيات ورؤى ووطنية ممكن ويأتوا أيضا بكابينة رئيس الوزراء يعني يختار وزراء أيضا ما يخلوا البرلمان أو الرئيس هو اللي يختار هم يختار الوزراء ناس نظيفة غير فاسدة الشيء الثالث يصروا على موعد الانتخابات الانتقالية بعد ست شهور مثلا في هذه المرحلة لابد أن يتم على الأقل أربع أشهر الشيء الأول لابد من محاكمة القتلة عن طريق القضاء اللي قتلوا الثوار والثائرات لابد من فتح ملفات الفساد اللي دمرت البلد الآن العراق هو أفسد دولة في العالم بسبب العزاب هذه ثالثا عليهم أن يأتوا بقانون انتخابات جديد يمثل الشعب العراقي ما يمثل الأعزاب الكيراتس المحاصصة السابقة هذه وأن يأتوا بقانون لمفاوضية جديدة تكون مستقلة مدعومة من المتحدة حتى تكون انتخابات شفافية بدون تزييف أو تزوير وخامسا عليهم أن يأتوا بقانون أحزاب جديد أيضا في شفافية بحيث حد الآن في العراق مثلا كل ما تدعي العزاب هذه اللي شاركت في الانتخابات الشعب العراقي ما يعرف التمويل ما ينجي لها لما لي ما ينجي وهذا هو الفساد فلابد من أتيان بقانون أحزاب جديد إذا نشحوا الثوار والثائرات في تحقيق الأجندة هذه في الفترة الانتقالية فعنا متفاعل 100% الباقي يأتي يعني أوتوماتيكيا أوكي في حال لو نشحت الثورة هل سيكون هناك تأثير على الخريطة الجيوسياسية في المنطقة ضبط في العراق والمنطقة بالضبط أنا قلت الخطر الأكبر على إيران هي الثورة الثورة التشرين وليست قوات الأمريكية فإذا نشح الثورة التشرين وحققت مطالبها كما أثرت على لبنان الآن ونحن نشاهد في لبنان احتجاجات من شهد عشر يعني العلاقة مباشرة في الثورة التشرين في العراق رح يصير تأثير للثورة التشرين في العراق على سوريا من جهة مطالبات الشعب السوري أيضا بديمقراطية ومدنية ورح يصير لها تأثير على الشارع الإيراني الشارع الإيراني سيخرج أيضا ويطالب من نفس الشيء ما طالب فيه العراقيين ونشحوا فيه من أتى تغيير نظام في إيران فهذا رح يغير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة لأنه تأثير إيران وقضية الطائفية مثلا اللي هي أساس كثير من الإشكالات والأزمات اللي نعيشها في المنطقة رح يتم تجاوزها فهذا رح يفتح أفق جديد لتغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بشكل يعني يتناسب مع متطلبات الشعوب ورفاهيتها واستقرارها وسلمها إلى فأيضا أنا متفائل على المستوى الجيوسياسي من نجاح ثورة التشريم فأعتقد أنه ممكن يتغير النظام في إيران طبعا ما في نظام منقوش على الحجر يعني في نظام أعتد وأقوى من الاتحاد السوئي وسقط في ليلة وضحاها في نظام في المنطقة العربية كان أعتد وأقوى مثل من حسن مبارك في مصر وبن علي في تونس وعلي عبدالله صالح في اليمن سقطوا في ليلة وفضوا عام فما يمنع أنه يسقط النظام في العراق ويأتي نظام دموقراطي وأيضا في إيران حتى عام 2003 نعم شكل العراق حاجز سياسي وجغرافي إلى بين إيران وبين حلفائها بلبنان وسوريا صحح ب2003 بعد الاحتلال أمريكا زالت هذا الحاجز اللي كان هو حاجز أمام أطماع إيران في المنطقة صحيح طيب هل يمكن كيف ممكن نحن نغير نظام نعم كيف حيكون رد فعل المجتمع الدولي نعم الدعم لأي جهة الولايات المتحدة لما احتلت العراق كان في إشكاليتين الإشكالية الأولى إنها عرفت كيف تحتل العراق بس ما عرفت كيف تبني ففككت العراق بس ما بنت شيء بديل خلي البلد هذا يقف على الرجلين لما تفككين البلد أنت رح تسمحين لكل القوة أن تدخر في داخل البلد هذا والخطأ الثاني اللي وقعت فيه إنها اعتمدت على الأحزاب الشيعية والكردية التقليدية اللي هم محلفاء إيران اعتمدت عليهم كوسيلة أو كجسر من خلاله إنها تتحاور وتتفاوض مع إيران هذا سمح لإيران بخلاف ما كانت تعتقدها أمريكا بيعني ازدياد نفوثها في داخل العراق وسوريا ولبنان أكبر ما كانت تحلم فيه أصلا إيران أمريكا في السنوات الأخيرة فقط بدأت تدرك خطورة الأمر هذا وبدأت غير سياساتها لأنه لاحظت أنه مو فقط أن عراق ضعيف مفكك يشكل خطورة على سوريا ولبنان وتأثير إيران بهذه إنما أيضا يشكل خطورة وعدم استقرار وأزمات في منطقة الخليج العربي لاحظينا في عدنا أيضا أزمة في الخليج العربي من 2017 ما بين قطر من جهة وما بين السعودية والإمارات والمحلية من جهة أخرى هذه أحد تداعيات سقوط العراق فلذلك أنا أؤمن تماما إذا استقر العراق واصبح دولة قوية مثل شعبه الخليج رح يستقر أيضا ورح يتجاوز أزماته ورح يكون تغيير أيضا في الخليج مو فقط في الإيران وسوريا ولبنان إنما أيضا في منطقة الخليج العربي ولذلك من مصلحة الخليج العربي أنه يكون العراق قوي وموحد طالما العراق قوي وموحد في تاريخه كان هناك استقرار في دول الخليج ضعف العراق أدى إلى أزمات وإشكاليات في دول الخليج أيضا هل من الممكن أن يثق الشعب العراقي بقوات الاحتلال الأمريكية أو القوات الأجنبية في حال نجاح الثورة هي المسألة غادة ليس مسألة ثقة إنما مسألة سنسميها حساب سياسي عندما أنا أكون في صدد حالة سياسية معينة وأستشعر بأنه مصلحة البلد هذا تتوافق مع ثورتي ومصلحة بلد آخر تتناقض مع الثورة في حالة العراق مصلحة أمريكا الآن أن الثورة تنجح في العراق حتى يقل نفوذ إيران في العراق ولكن مصلحة إيران أن تسقط الثورة لكي تحافظ على نفوذها في العراق فإذن نقدر نقول هناك توافق بالمصالح ما بين أمريكا وما بين الثورة بدون ما يكون هناك تنظيم أو دعم أو ثقة بمعنى لو الثورة أنتجت حكومتها ومؤسساتها وأصبح العراق مستقل ومستقر وذو سيادة ما يأثر عليه إيران أو تركيا وغير أذا راح يكون في مصلحة أمريكا ولذلك أمريكا هي متعاطفة مع الثورة هذه فالشعب العراقي ليس بحاجة أن يثق في أمريكا ويثق في بلد آخر عليها أن يثق في نفسه أنه يبني بلده ويكون عنده سيادة بعد ذلك هو يقرر مع من يتفق مع من يدخل في إيلاف أو تحالف هذا المهم كلمة أخيرة قبل ما نختم الفضل في عندك كلمة أخيرة؟ لا أنا سعيد جدا وشكرا على استضافتي شكرا كثير دكتور صباح وإن شاء الله منشوفك مرة ثانية الله يخلي تصبحوا على خير شكرا شكرا